والله أنا رأيه في الحالة اللي أنا يعني مو قادر لها تحليل في الأخطاء المستمرة من العام إلى السنة في ناني بنياس ناني بنياس عانى من العام إلى السنة في من الأخطاء رغم أن السنة التحكيم أخطاء إدارية الأخطاء الحكام السنة بنياس أعتقد التحكيم السنة كان تحكيم جيد وارتفع مستوى التحكيم والمدير الفني اللي جابوه شفنا التحكيم قاعد يمشي بشكل إيجابي لكن بنياس يعاني يعاني بنياس بحاجة غريبة وكابتر حامد يعني أنت شوف كل الأطراف وكل ما تنظر اللون السماوي وما غيروا اللونهم لازم ما يعني أنا أستغرب يا أخي يشوفوا كل مباريات أغلب مباريات الطرف نادي بنياس أنا ممكن أفسرها تفسير آخر هل هناك مشكلة في استخدام الفار في ملعب الشامخة في توزيع الكاميرات في عدم وجود رؤية واضحة مرة تذكرون مبارات الوحدة اللي كان يحكمها محمد عبدالله حسن تذكرونها ولا لا واللي طلعوا ويحتجوا فيها قالوا أن الفار خربان صح ولا لا أغلبية الأخطاء تصيب في ملعب الشامخة مباريات بنياس خارج أرضا ما تصيب فيها مشاكل هذا ليس من الفار كابتن هذا الداخل وخارج حتى مبارات دي بعد حتى مبارات دي بعد يعني بنياس كابتن بنياس كابتن وايد وايد ضرور من التحكيم نحن ما نقول هم قاصدين ولا متعمدين لا نزاهة نحن دائما نقول حكامنا لزهين لكن بنياس بكل أمانة أقول لك لحن هذا المدرب كيف تقيم على هذا الترتيب نحن نقول سعادة المدرب والله يتكلم وايد يا أخي ترى في شيء فرق وايد اللي تجلس على الدكة تحقيقات أو لعب كابتن غير من واحد هو يشاهد هو ما يدري من حقه من حق المدرب أنه هو يزعل أنا أتدرب طوال السبوع طوال الشهر طوال الشهر أتدرب لكن لا هدف علي مبخوت هدف صحيح قانونيا ذكاء علي مبخوت في هذا الهدف لا دكتور اليوم بنياس تضرر من حاشتين ما بدين بس كابتن زي ما تفضلت طوال السنتين حي كابتن من الأخطاء التحكمية وقرارات إدارته تراجع بنياس سببه قرار إدارته بنياس يعني أنا أريد أحل الموقف أنت بنياس لما نزل جات إدارة عملت أربع سنوات برؤية واستراتيجية جيدة وارتقى بنياس من سنة إلى سنة من سنة إلى سنة والعام كان منافس خطير جدا طيب نشوف هذه الإدارة خرجت من من كرة الغدر رد تراجع بنياس لما نحن نقول ليش نحن سيئين بعض الغرارات ودينا إلى سوء إدارة قدمت نجاح وراء نجاح من بعد النزول باستراتيجية واضعة وصلت إلى القمة هذه مشكلة بنياس إضافة بسيطة على هذا الموضوع على سؤالك أنت تسألت هل هناك مشكلة في توزيع الكاميرات ما يتعلق بالفار في الشامخة إذا كانت هناك مشكلة وحتى الآن لم يوجد لها حل هذه مشكلة هذه مشكلة لجنة الحكام عفواً يجب أن تنظر فيها اليوم المباراة في ما يتعلق نتكلموا الشباب كلهم عن ما يتعرض له بنياس وكيد نحن موافقين على أن بنياس تعرض لظلم تحكيم كبير وأيضاً نأكد أنه ليس متعمد صحيح لا نتهم لكن حامد اليوم اللي شفناه في المباراة في الكرتين في كرة الهدف الملغي وكرة علي مبخوط شيء ليس طبيعي ليس طبيعي صح الكابتن مسلم قال أنه هدف قانوني هدف التعادل لكن أن الحيطة بعدها مار تكزت والحارس ما أخذ مكانه والحكم استعجل بهذه الصافرة إلا إذا كان هي مباشرة أو غير مباشرة ما شفناها ما نقدر نحكم عليها هل الحكم كان رافع يدينها لازم تنظر لا 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 مباشرة كانت ترك الحر مباشرة أي فهذه الأمور لكن بهذه العجلة من الصافرة بهذه الطريقة يمكننا ما شفتها في مباريات إلا من النوادر أن نشوف حكم يستعجل بإعطاء الصافرة قبل حتى حارس يأخذ موقعه في المرمى